نناقش هذا الملف مع ضيفي الدكتور نبيل علي الاعتوم الخبير في الشؤون الدولية والنووية من العاصمة الأردنية عمان مساء الخير أهلا بك معنا دكتور نبيل إلى أين تتجه الأمور وفق متابعتك لمجريات الأحداث ما يسبق هذه القمة وكل التحركات إن كان من الولايات المتحدة أو من الكوريتين شكرا جزيلا لك ميسون لا شك أن الأمور تتجه أعتقد نحو التهدئة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ممارسة دبلوماسية الضغوط على كوريا الشمالية لإجبارها على تقديم مزيد من التنازلات هي تدرك تماما أن هناك مجموعة من الظروف والمتغيرات الدافعة باتجاه إيجاد تسوية مع كوريا الشمالية وهذه دعيني أسميها المتغيرات مرتبطة بمجموعة من العوامل العوامل مرتبطة بالبيئة الداخلية الكورية هناك شبه انهيار اقتصادي في كوريا الشمالية هناك 6 مليون كوري شمالي يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة الناتج القومي الإجمالي لكوريا لا يتجاوز 16 مليار دولار نسبة النمو 1 بالعشرة بالمائنس بالمئة بالإضافة إلى مجموعة من الجوانب أن 41% من الشعب الكوري الشمالي يعانون من فقر أيضا بتحت خط الفقر بموازات هذه الضغوط الاقتصادية الداخلية نحن نتحدث عن جملة من المتغيرات الإقليمية المرتبطة هناك جبرية جغرافية لكوريا الشمالية للدول لديها مساعي ولديها نوايا طيبة باتجاه إيجاد أو تهدئة الأجواء مع كوريا الشمالية بالإضافة إلى مساعدة كوريا الشمالية للخروج من مأزقها شريطة تخليها عن ترساناتها النووية التي باتت بمثابة الكابوسة الذي يؤرق من هذه الدول وهنا أقصد اليابان كوريا الجنوبية بالإضافة إلى ذلك متغيرات دولية مع وصول إدارة ترامب متغيرات ضاغطة باتت من خلاله كوريا الشمالية تدرك أبعاد أي عملية قد لا تؤدي إلى تسوية سياسية قياسا على النموذج الإيراني هي لا تريد مزيد من فرض العقوبات عليها لأنها تدرك تماما أن مزيد من العقوبات معناه انهيار شامل لكوريا الشمالية ما الذي يجعل الأمريكا اليوم مترددة في موضوع القمة لماذا يسأل الرئيس المستشارين اليوم إذا كان يجب أن يمضي قدما فيها أم لا ولماذا يخشون من أن تعدوا إحراجا سياسيا حينها ولموضوع النووي هذا بالنسبة لولايات المتحدة بالنسبة لكوريا الشمالية موضوع إيران وشروط الولايات المتحدة أمس هل ممكن أن نربطها بشكل من الأشكال في كوريا الشمالية كيف ستتصرف إلى أي درجة ستقدم ليون أكثر سؤال مهم ومحور ميسون لأبدأ من الشق الأخير كوريا الشمالية تدرك تماما أن الخيار هناك مجموعة من الخيارات الخيار العسكري غير مطروح على الطاولة هناك خيار آخر تغيير نظام الحكم في كوريا الشمالية تحت ضغط شعبي وتحت حركة احتجاجات في حال وجود إرادة دولية خاصة مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوصول إلى تسويات فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والدولية العالقة حتى تتفرغ للمشاكل الأخرى وبالتالي الآن موضوع إيران أعتقد أن كوريا قد أخذت العظة والعبرة منه الآن أعلن كما أعلن عن ذلك وزير خارجي الأمريكي بالأمس أنه سوف يتم فرض أكبر أو أقسى عقوبات في التاريخ ضد إيران وبالتالي هذا سوف ينقل المعركة إلى الداخل الإيراني وسوف يطيح بالنظام الإيراني مع التساع وطيرة الاحتجاجات وبالتالي خاصة أن دبلوماسية التضامن موجودة أكثر بشكل أكبر باتت أكثر من ذي قابل بالنسبة للملف الإيراني قياسا على الملف الكوري الشمالي الآن البديل عن المفاوضات في واقع الأمر هو عقوبات قاسية سوف تكون على نظام كوريا الشمالية هناك إرادة للدول التي تشترك بجبرية جغرافية للوقوف ولحل مشكلة كوريا الشمالية خاصة أن الدبلوماسية التفاوض باتت هي الخيار الأسلم الآن القيادة الكورية الشمالية تدرك تبعات أن أي تصرف أو سلوك خاطئ قد يؤدي إلى مزيد من فرض العقوبات وهذه العقوبات التي سوف تزجع إليها واشنطن قياسا على الحل الإيراني سوف تكون عقوبات ذكية سوف تكون عقوبات ذات مخالب وسوف تؤدي في نهاية المطاف للرضوخ وإجبار كوريا الشمالية الجلوس على طاولة المفاوضات الآن الولايات المتحدة تمارس حرب نفسية منطلق ما يسمى بفن التفاوض لإجبار الكوريين الشماليين على تقديم المزيد من التنازلات خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح النووي لكوريا الشمالية بما يخدم حتى القضية الكورية بشكل عام وبما يحقق حالة دعيني أسميها المساومات أو الابتزاز التي تمارس ربما الإدارة الأمريكية مع الدول هذا الملف عذرني على المقاطعة وشكرا دكتور نبيل علي العتوم الخبير في شؤون دولية والنووية كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان